ألغى المجلس والعسكري في النيجر مساء السبت اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بشكل فوري معتبرا وجود قوات أمريكية على أراضي البلاد غير الشرعي وينتهك القواعد الدستورية والديمقراطية في النيجر وقال المتحدث باسم الحكومة المعينة من المجلس العسكري أماضو عبد الرحمن في بيان مصور مساء السبت أن الوجود العسكري الأمريكي على أراضي النيجر غير شرعي مضيفا أن نيامي قررت بكل مسئولية إلغاءه بمفعول فوري ويتعلق الاتفاق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر ويأتي هذا القرار عقب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى العاصمة نيامي استمرت ثلاثة أيام إن الوجود العسكري الأمريكي على أراضي جمهورية النيجر غير قانوني وينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية التي تتطلب احترام سيادة الشعب واستشارة ممثله بشأن تنصيب جيش أجنبي على أراضي دولته بناء عليه فإن حكومة النيجر وأخذا في الاعتبار تطلعات ومصالح شعبها تقرر بكل مسؤولية الوقف الفوري لاتفاق التعاون العسكري ومكفحة الإرهاب بين دولة النيجر والولايات المتحدة والذي يتضمن وضع أفراد عسكريين أمريكيين وموظفين مدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر في وزارة الدفاع الأمريكيين وزارة الدفاع الأمريكيين ترجمة نانسي قنقر